اذا اي واحد يجي يحدثكم ويقول لك انا رايح لانتخابات باش نقص من الشر باش ما ممكن هذك القانون مايفوتش باش قوله رك تكذب لان العصابة تحتاج الثلثين وهذا يكفيها والثلثين راهي ما هيش مستعدة هم موش مستعدين يارطوا تحت السبعين في المية نتاحهم ثلاثين في المية ذك ما تهمهمش وان كان في كثير من الحالات المعارضين ما كانش يتجاوزوا العشرة في المية داخل ما يسمى بالبرلمان لان حتى الاخرين لما يدخلوا ماذا به ما يعاضش باش اذا كان يدخلوا مئات لورو كل يوم ممكن ان تطلعوا سمانة عشر يام يروح طبعا لا شي لا لا عمل لهم يحزنون برك يدخلوا ديميسيون هكذا فاكتيس ديميسيون تحخرتي مهمات لا شي يدخلوا فيها هذه الالفين ثلاث الاف ربعالاف اورو زايد فناد خمس نجوم زايد التحواس زايد الباسبور زايد فكاين البعض اللي يدخلوا على اساس انه ممكن يعارضوا او مستقلين لقاوروهم لازم يبقوا معهم وإلا يبعدوهم على اللجان المهمة ويبعدوهم على السفريات للخارج ويبعدوهم على اللقاءات مع الوزراء ومع رئيس الوزراء الى اخرى فما يقدرش يدير البزنس والترافيكو فالتحوا اي واحد يجي يقول لك ولو كان باش يترشح رئاس الجمهورية ولو كان باش يقول لي رئيس ضمن ايطار كمشة جينيرالات من الخلف هي التي تدير البلاد اعرف باللي رأي يكذب وعرف لو يكون صادق لو افترضنا انه صادق راح يصير له كما بوظيف او كما الشادلي ولو عرفنا انه كاذب فارح اذا ارادوا تغييره فارح يغيروه سواء كما زروال او كما متفليق على سبيل المثال كلها تبريرات فارغة وهم يعرفوا انها تبريرات فارغة ويعرفوا اصلا ان هذا البرلمان السلطة مش في ايده السلطة وزادوا هذا دستور الاستعمار 2020 زادوا اكدوها السلطة في ايدي ما يسمى بالرئيس والرئيس في ايدي كمشة جينيرالات هذه الحقيقة حتى هذا البرلمان لو افترضنا خرجوا كلهم مئة في المئة من ابناء الشعب وضد النظام العسكري وضد التب المزور ما فيدهمش سلطة وروحوا اقرأوا اقتصاصات وصلاحيات الرئيس وروحوا اقرأوا اقتصاصات وصلاحيات البرلمان لا شيء بل انه هاو ما كانش برلمان الان ما كانش جهاز تشريعي ما كانش ما كان يرأي الشرع الرئيس ما يسمى بالرئيس يعني جينيرالات لانه هو واجه فقط بالاوامر يسمى الاوامر الرئاسية هاو الاوامر الرئاسية اللي هي تشريع اذا لو افترضنا انكم صادقين وانكم مخلصين وانكم اصحاب كفاءة وانكم اصحاب اخلاق لو افترضنا انكم افضل جزائريين ولو افترضنا انكم انتم لسيطرتوا على ما يسمى بالبرلمان فان البرلمان هذا لا سلطة له لا سلطة له نهائيا كل ما هي امور شكلية في نهاية المطاف ما يسمى بالحكومة وما يسمى بالرئيس هي اللي يتقرر والحقيقة ان القرار الحقيقي هو فيد الجينيرالات ولذلك انت مرة تشوف حتى هذه الحكومة تجراد او تبون نفسه او يقول شيء وم بعد يديروا شيء واحد للقرار قالوا له لك غلط اصحاب الوكالة قالوا له لك غلط اصحاب الوكالة الداخلية اللي هم الجينيرالات والجينيرالات عندهم الوكالة الخارجية اللي هي جاية من فرنسا وجاية من القوى الكبرى اللي مخليتهم